اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين نجحت في جعل منتدى حوار المنامة محطة قيمة وثرية لمناقشة وبحث سبل وأليات تعزيز الأمن والاستقرار والسلام العالمي وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن القضايا والموضوعات التي تناقش في منتدى حوار المنامة تنسجم مع الرؤى الشاملة والتطلعات النبيلة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه موضحا معالي أن جلالته حفظه الله يولي الاهتمام والدعم للمبادرات التي تحقق لشعوب ودول العالم السلام والاستقرار والتعايش السلمي مشيدا بمتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وحرص سموه على ترسيخ مفاهيم الحوار والتعايش والتسامح منوها معاليه بالجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة سموه لبناء شراكات فاعلة مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن منتدى حوار المنامة يعد واحدا من أهم التجمعات الدولية التي تشهد حراكا ونقاشا معمقا وهادفا لافتا إلى أن التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية والصحية إلى جانب مخاطر الإرهاب والتطرف التي تأخذ أشكالا ووسائلا وتعددا تتطلب تعاضدا في الجهود بين الشركاء الدوليين والفاعلين لمواجهة المخاطر والتحديات العالمية